السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج كيف نقرأ القرآن على قناة معلم التجويد على اليوتيوب مع صفحة الثامنة من الجزء الأول وفيها تمارين مهمة تتعلق بالقلقلة وتخليص الحروف وأحكام النون الساكنة والتنوين بالإضافة إلى ما معنى قوله تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم كل هذه الملاحظات التي تتعلق بهذه الصفحة سنمر عليها ولكن أولا دعونا الآن نستمع إلى التلاوة ثم نعود إليكم فابقوا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وَاكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق الله العظيم مع الملاحظة الأولى في هذه الصفحة ومع قوله تبارك وتعالى وَا عَدْنَا إذن ننتبه إلى الألف الخنجرية في هذه الكلمة الألف بين الواوي والعين فنقول وَا عَدْنَا وَا عَدْنَا ولا نقول وَا عَدْنَا ولا نقول وَا عَدْنَا إذن لابد من الانتباه إلى هذه الألف الصغيرة إذن وَا عَدْنَا وَإِذْ وَا عَدْنَا مُوسَى نعم أيضا في قوله تبارك وتعالى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا نعم وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّى وَالسَّلْوَى إذن ننتبه إلى اللام الساكنة كيف ذلك بإعطائها حقها من البينية فلا نقلقلها ولا نضغمها في الحرف الذي يليها فنقول وَظَلَّلْنَا وَظَلَّلْنَا أيضا عليكم الْغَمَامَ أيضا وَأَنْزَلْنَا فالبعض مثلا يقول وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا هنا يضغمها يضغم اللام الساكنة في الحرف الذي يليها أيضا البعض مثلا يقلقلها فيقول وَظَلَّلْنَا وَظَلَّلْنَا هكذا أو يقول عليكم الْغَمَامَ هذا لا يصح إذن اللام ليس من أحرف القلقلة إنما يجب علينا أن نعطيه زمنا وسطا فجريان الصوت في هذا الحرف هو جريان جزئي فهو من حروف البينية التي نعرفها من حروف لِنْعُمر إذن نقرأ ولنتدرب معا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا أعيد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا نعم بهذا الشكل أيضا في قوله تبارك وتعالى وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ إذن يذبحون وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَسْتَحْيُونَ أَيْ يَتْرُكُونَهُنَّ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاءِ آلُ فِرْعَوْنَ كانوا يقتلون الصبيان ويتركون البنات يتركونهن على قيد الحياة فليس معنى يستحيونهن من الحياة إذن إنما من الحياة فمعنى يستحيون أن يتركونهن على قيد الحياة فكثيرا ما يتبادر إلى أذهان البعض أن يستحيون مأخوذة من الحياة وهي في الحقيقة مأخوذة من البقاء على قيد الحياة نعم في هذا التمرين في الصفحة الثامنة نتدرب معا على القلقلة في الكلمات التالية طبعا أحرف القلقلة هي قطب جد قطب جد خمسة أحرف القاف والطاء والباء والجيم والدال فتكون القلقلة كبرى في الوقف على الحرف المقلقل كبرى في الوقف صغرى إذا كان الحرف المقلقل ساكنا طبعا في وسط الكلمة أو الكلام كما في هذا المثال فرقنا لاحظوا القف جاءت في وسط الكلمة فبالتالي هذه القلقلة صغرى من حيث الأداء لا فرق بين القلقلة الكبرى أو القلقلة الصغرى من حيث الأداء أتكلم لكن من حيث التعريف كما ذكرنا قبل قليل إذن لنتدرب معا على هذه الكلمات هنا ولنراعي القلقلة في هذه الكلمات مثلا فرقنا فرقنا لاحظوا وإذ فرقنا فرقنا نعم أيضا لاحظوا في هذه الكلمة وأغرقنا لاحظوا الغين ساكن لكن ليس مقلقلا إنما المقلقل هنا هو القاف فنقول بهذا الشكل ورددوا معي وَأَغْرَقُنَا وَأَغْرَقُنَا نعم أيضا الدال هنا مقلقلة فنراعي أولا ترقيق الواو وَاَعَدْنَا وَأَغَدْنَا نعم هنا أيضا الجيم مقلقلة ساكنة وفي وسط الكلمة القلة صغرى لكن لو أردنا أن نقف مثلا سنقف على لام سنقف على اللام فنقلقل الجيم ونعطي اللام حقها من البينية بهذا الشكل العجل العجل ولا نقول كما نسمع من بعض الإخوة العجل العجل فلا هو قلقل الجيم ولا هو أعطى اللام حقها من البينية إنما نقول العجل العجل أو نقول العجلة العجلة بهذا الشكل هنا في هذه الكلمة عندنا أيضا القاف مقلقلة لكن أحيانا هذه القاف عند القلقلة تتأثر بالضمة التي تأتي بعدها فأحيانا القارئ يستعجل الضم فيضم شفاهه على القاف فتتأثر فيقول بهذا الشكل فيقول فاقتلوا فاقتلوا فهذا لا يصح القلقلة لا تشبه أي حركة من الحركات الثلاث فيجب علينا أن نقول فاقتلوا فاقتلوا نعطي القاف حقها من القلقلة بهذا الشكل ورددوا معي مرة أخرى فاقتلوا فاقتلوا عندنا هنا في هذه الصفحة ملاحظة تتعلق بإخفاء النون الساكنة عند حرفين في الكلمة الأولى تنظرون عند الضاء وفي الكلمة الثانية من طيبات عند الطاء ومعلوم لديكم أن الطاء والضاء من حروف خصدات قذ فهي من حروف الاستعلاء فعند إخفاء النون الساكنة عند حروف الاستعلاء فلابد لنا من تفخيم الغنة فلابد لنا من تفخيم الغنة لأن الغنة تتبع الحرف الذي يل النون يعني عندنا مثلا تنظرون النون ساكنة وبعدها الضاء فالضاء مفخمة إذن الغنة تتبع الضاء فليجب أن تكون غنة النون مفخمة كذلك بالنسبة للطاء كيف نفخم الغنة هنا فنقول هكذا تنظرون من طيبات كرروا معي تنظرون من طيبات بهذا الشكل البعض يقوم بأداء الإخفاء بنفس الطريقة عند كل حرف الإخفاء الخمسة عشر وهذا لا يصح فنسمع من يقول تنظرون تنظرون هذا لا يصح يجب أن نهيي الفم على مخرج الضاء كذلك نسمع من يقول من طيبات هذا أيضا لا يصح فيجب أن نهيي الفم عند الإخفاء هنا على مخرج الضاء إذن أعيدها وكرروا معي تنظرون من طيبات نعم في هذا التمرين الأخير عندنا تدريب على تخليص الحروف فالحروف المرققة من الحروف المفخمة فعندنا في هذه الكلمة عندنا حرف مفخم واحد هو حرف الراء لماذا؟ لأن الراء هنا ساكنة وقبلها مفتوح فهي مفخمة فربما تتأثر الهمزة قبلها فنسمع من يقول أربعين في حين أن صوت الهمزة المفتوحة بهذا الشكل فيجب أن تبقى بهذا الشكل أربعين أربعين مرة أخرى أربعين أيضا في هذا المثال عندنا الراء مفتوحة فهي مفخمة فربما تأثرت بها النون فيجب أن نقول هكذا نا نا لاحظوا نرا نرا أيضا الراء والألف بعدها مفخمان مفخمان أما النون فقط مرققة إذن نرا ولا نقول نرا نا نا هكذا لا لا يصح نا نرا نرا أيضا في قوله تبارك وتعالى جهره جهره لاحظوا عندنا الراء مفتوحة فربما تأثرت تأثرت الهاء التي قبلها أو الهاء التي بعدها فنسمع من يقول جهره ره هكذا فهذا لا يصح جه جهره جهره نعيد وننتبه إلى الهاء أين جهره بهذا الشكل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكذلك فعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس أولا بأول كما أسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات والحمد لله رب العالمين تم فتحرك